اهلا بيكم طلب التالت عدادي لغة انجليزية تحت رعاية واشراف وزارة التربية والتعليم نهارده ان شاء الله بنكمل يونت 16 وبنبدأ باللسنينج تكس والريدينج تكس وان شاء الله بنركز على الفوكابلري واللانجوج نوت هنبدأ باللسنينج تكس كده النهارده عندي الكلام هيدور بين بوي وان وامير بوي وان بيقوله ايه بقوله هلو امير I haven't seen you for a long time خلنا بقنا من كلمة haven't seen the present perfect وخلنا بقنا برده من كلمة for جيب بعدها a long time كويس امير قالوا no I have been away on holiday نركز او على كلمة holiday بيجي معاها الpreposition بتاعها اسمه on يبقى كنت في اجازة احنا بقولها في العربي في اجازة بس في الانجليز بقول on holiday I have only just come back ولسه حالا راجع يبقى كلمة come back لها يعود قالوا how was that trip طبعا فاكرين كلمة trip اللي هي رحلة قصيرة لغرض معين طرفهية بقى تعليمية بحثية وهكذا طيب امير قالوا ايه قالوا it was great but it didn't start very well كانت جميلة جدا بس ما بدأتش كويس بكلمة start very well ما بدأتش كويس بوي وان قالوا ايه قالوا why what happened كلمة what happened ماذا حدث ايه اللي حصل حكيلي كده امير قالوا well on our first day في اول يوم لينا we decided to go to the zoo يبقى قررنا كلمة decided اللي هي يقرر قررنا اللي احنا نروح حديقة الحيوان كلمة the zoo طبعا but we found that كلمة found that معناها اكتشفنا او new او learned about something يعني اكتشفنا حاجة كده اكتشفنا ان ايه it had closed شفنا ان هي مقفولة ليه an hour before we got there اتقفرت بساعة بالزبط قبل ما نوصل هناك خلنا بنا حبيبي من كلمة before بعدية كلمة got the past simple وقبلية كلمة had closed اللي احنا اخدناها في السيشن اللي فاتت كويس طيب تاني قالوا on note دي معناها انه خبر سعيد ولا مش لو مسعيد كده لا دي كانت bad news يا مستر خبر مش كويس طيب قالوا yes a snake في ثعبان had escaped and nobody knew where it was ايبا كان فيه ثعبان هرب وما فيش حد عرف هو ايه هو فين طبعا ده خطر فعشان كده قافلوا حديقة الحيوان قالوا how terrible تاني بنفتكر تاني ازاي how to express bad news ازاي اعبر عن اخبار مش كويسة او اخبار حزينة حلو الكلام بكلمة oh no والكلمة التانية اللي هي how terrible كلمة terrible فضيع او very bad وحش جدا طيب امير بيكمل الحكاية فبيقوله ايه بيقوله then بعد كده when we were leaving the zoo car park واحنا ماشيين كلمة leaving لا يترك او يغادر دا زو كار بارك السيارة بتاعة الحديقة الحيوان دي we saw the snake شوفنا ليه شوفنا التعبان حلو الكلام قالوا really خلاص هنا مع تعبير على ايه exclamation يعني تعجب حلو الكلام سؤال بجد I can't believe it طيب قالوا it looked at us وكلمة look at اللي هي معناها ينظر الى طيب فاكرين انتو كلمة look at ينظر الى look up يبحث عن معلومة في مرجع خلاص الكلام او يبحث عن كلمة في قاموس مثلا look for يبحث عن يعمل زي search بالضبط look after اللي هي معناها يعتني بي كويس يبقى look at us دي معناها ايه كان بيبصرنا كده and moved very slowly وبيتحرك ببط كلمة slowly معناها ببط past our car وكلمة past our car امام او عبر السيارة بتاعتنا هنعدى قدام الايه العربية بتاعتنا كده طيب I had never seen a snake so close before كلمة close هنا معناها near يعني انا عمري ما شفت ثعبان كده وريب قوي مني كده كويس طيب فبوي وانا قالوا how wonderful رائع جدا يعني الولد حصل له حاجة اسمها excitement اثارة كده تشويق كده متعة ياه قولي كده طب كمل بقى كويس كامل قال له but then بست حين ذاك a lot of men from the zoo arrived with a sticks كلمة sticks اللي هي عصاية stick اللي هي عصاية بيبقون بشوية عصيان كده الناس اللي هم في حديقة الحيوان علشان يصطادوا الثعبان ويراجعوا تاني oh dear they didn't hurt the snake كلمة hurt اللي هي يقلم او يجرح او يؤذي مأزوش التعبان and soon they took it back وبعدين راحوا ايه راحوا مرجعين وتاني حلو الكلام inside the zoo ده خلوه تاني ايه داخل حديقة ايه الحيوان بوي وانا قالوا ايه قالوا I am very happy to hear that أنا مبسوط جدا اللي أنا ايه سامع دوت يعني ده خبر كويس ان هم لقوا تعبان ورجعوا ايه ورجعوت ايه طيب نكمل كده الريدينج تاكست يقولي the ant and the grasshopper اولا كلمة ant دي معناها النملة والgrasshopper دي اللي هي الجرادة حلو الكلام طيب هنعرف بقى النملة بتعمليه في الصيف بتشتغل ازاي عشان توفر اكل تاحها في الشتاء والgrasshopper ده اللي هو كان كسلان وما كانش شغال كان عمل ايه but it was summer and the ant was collecting food يبقى كلمة collect اللي هي يجمع يبقى الانت اللي هي الناملة دي كتعملها بتجمع الاكل for the winter علشان فاصل ايه فاصل الشتاء grasshopper بقى الجرادة دي كان بتعمل ايه looked very content اللي هي very happy راضية فرحانة مبسوطة as he sat in the sun وهو قاعد كده في الشمس كده قال بقى لك هيجي لك prepositions كده يقول لك in ولا on ولا at ولا of the sun يبقى in the sun قاعد في الشمس بيتشمس كده مبسوط يعني grasshopper hadn't done any work all week يعني ما اشتغلش خالص طول الايه طول الاسبوع طيب don't be foolish ها stupid يعني نوت smart ما تبقاش غبي حلو الكلام foolish دي معناها غبي stupid يعني ده الانت اللي بتقوله you know that انت عارف انه it's hard مكلمة hard اللي هي difficult معناها صعب انت عارف انها صعب جدا to find food انك تلاقي ايه تلاقي اكل او طعام in winter what could you do هتعمل ايه if you didn't have any food لو ما عندكش اي اكل هتعمل ايه في فصل الشتاء وكان ابتدي له نصيحة اشتغل في الصيف عشان ترتاح في الشت او معنى اصح لانك في الشتا مش هتعرف تلاقي اكله عشان دي انها تبقى برده وكده هو رد الاقي الاقي it's still summer كلمة summer اللي هو الصيف طبعا وستيل مازالة يعني لسه الجو صيف وجميل وكده انا مش عايز اشتغل said the grasshopper بقى I refuse to think about winter yet انا اصلا برفض اللي انا افكر فين في الشتاء دلوقتي كويس when the winter came طبعا كانت النتيجة ايه لما الشتاء جيه ant had found enough food to eat الانت اللي هي النملة كان معاها اكل كلمة enough معناها كافي معناها اكل بدرجة كافية خلاص to eat until spring لحد فاصل ايه السبرينج اللي هو الربيع كويس طيب تفتكروا بقى ال grasshopper بقى كان عنده اكل عشان يكله اكيد لا طيب grasshopper remembered and wise words ركز اوى على كلمة remember اللي هي معناها يتذكر يبقى انا عندي كلمة remember يتذكر لوحده يعني I remembered something to do افتكرت حاجة عشان اعمله انما كلمة remind دي معناه يذكر حد يفكر حد يقول لك مثلا ايه please remind me to post my letter فكرني بس ابعت الجواب بتاعي حلو الكلام طيب وكلمة wise عندي معناها حكيم كويس يبقى هو افتكر الكلام الحكيم بتاعها اللي هي النصائح بتاعته but he was very hungry بس للأسف كان جعان جدا وما كانش عنده اكل ايه اكل كفاية طيب ناخد ستوري تاني بيقول لي the goose and the golden eggs goose هنا اللي هي معناها الوزة الجامع بتاع الوزة اللي هو الوز اللي هو gees خلاص الكلام لو بدل الاو او بخليها اي اي زي كلمة foot قدم يبقى feet اللي هي اقدام والجولدن اجز ديت اللي هي البيض اللي هو مصنوع من الدهب تعال نشوف كده حكاية الفارمر اللي هيطلع في الاخر طمع شوية one day a farmer found that اكتشف ان ايه ان his goose الوزة بتاعته دي had laid a yellow egg وكلمة lay اللي هي معناها تبيض او تضع بايد يعني بضيت له بيضة صفرة ده في الاول هو شافها كده اللي هي لونها اصفر كويس when he picked it up لما التقاتها كده او لما خادها it was as heavy as metal كانت تقيلة وكلمة heavy معناها ثقيل as metal زي وزن المثل اللي هو المعدن لكنها حاجة معدنية كده and he thought it was a bad في الاول افتكر ان هي حاجة بحشة he decided to take it home قرر ياخدها معاي وديها ايه البيت and he soon found out هنقول تاني found out اللي هي معناها هي اكتشف اكتشف ان ايه ان that the egg was made of gold مصنوع من من الدهب دي بيضة دهب فعلا every morning كل صباح the same thing happened كان بيحصل كل شيء نفس الحاجة كده تحصل the farmer soon became very rich الفارمر بقى ايه بقى غني جدا he sold all the golden eggs وبقى كل البيت المصنوع من الدهب ده at the market ماركت هنا معناها السوق however بقى ومع ذلك للأسف فقى الفارمر كان عنده عيب شوي the farmer soon became greedy الفارمر بقى اصبح ايه greedy اللي هو ايه طماع حلو الكلام فعندي كلمة greedy دي adjective طماع انما greed ده طمع كويس ده النون he thought that ايه افتكر ان ايه اتسربع يعني بقى متسرع كتير he thought that there must be a lot of golden eggs افتكر ان فيه بيض كتير قوي مصنوع من الدهب ده inside the goose يعني جوه الايه جوه الوزة بتاعت so he killed it علشان كده عمل فيها ايه اتاله افتكر لما اتالها لأ حاجة جواها لأ طبعا فلاص بالعكس ده خسرت كمان الايه الكنز اللي هو كان بيطلع له البيضة الدهب كل يوم when he had killed the goose he found that اكتشف انه there were no eggs inside it مفيش جواها ايه اي حاجة خالص انتفقنا طيب نمسك بقى language notes مع بعض كده في عندي كلمة content وكلمة contents content الاولانية دي معناها happy لهوا سعيد طب content محتويات زي ما يقول لي مثلا you look very content يبقى content هنا معناها happy شكلك كلمة look هنا معناها تبدو انما اقولك look at the contents of the book بص على محتويات الكتاب جميل في عندي refuse ليها معنين refuse اللي هي disagree اللي هي يرفض او ما يوافقش و refuse اللي هي equals rubbish معناها قمامة او زبالة يعني طيب زي ما اقول ايه my uncle refuses to smoke يبقى refuse هنا معناها يرفض انما اقولك the farmer puts all the farm refuse يبقى هنا الفارمر الفلاح بتاعه الفلاح وضع كل الايه كل الفارم refuse الفارم هنا معناها مزرعة القمامة بتاعت المزرعة حاطها فين انه large bin وبين دي معناها سلة مهملات كبيرة ايه كويس طيب في عندي كلمة collect food for يجمع اكل ليه خلاص ليه ايه طيب زي الحكاية بتاعت الانت بالضبط اللي هي بتاعت النمل لما قلنا the ant collected food for the winter يبقى جمعت اكل ليه للشتاء طيب number four look very plus adjective زي ما يكون plus adjective plus صفة بالضبط بقول لي the grasshopper looked very content وكلمة content اللي هي ايه happy يعني كان يبدو مبسوطا كويس sat in the sun وركزنا عليها في الريدنج وحنا بنقرأ اللي هو يجلس في الشمس يعني بتشمس شوي بقولنا ايه they sat in the sun yesterday قعدوا في الشمس مبارح معناهم كده ان هما كانوا بيتشمسوا يعني number six بقول لي its plus adjective plus two plus infinitive أو verb stem يعني لما اقول لك مثلا ايه تعالى طبق الكلام ده معايا يقولك its hard to find food in winter جاب كلمة it is وبعدين جاب adjective اللي هي hard وبعدين جاب to وبعدين verb stem اللي هو find وعند نكمل food in a in winter زي ما اقول لي مثلا ايه it's very kind of you to help me أو it's very kind to help me على طوض طفانة كويس في عندي number seven لما يقول لي enough plus noun plus two plus verb stem زي ما يقول لي مثلا the ant had enough food يبقى معاها طعام بدرجة كافية to eat عشان تكل number eight golden لوحدها دي غير كلمة gold كلمة gold معناها ذهب إنما لما يقول لي golden دي مصنوع من الذهب حلو الكلام كده أو مطلي من الذهب بالذهب يعني يبقى كلمة golden دي equals made of gold زي ما نقول بالضبط كده this is a gold ring دي معناها it's made of gold ده مصنوع منين من الذهب طيب number nine as plus adjective plus as دي equals a the same زي ما نقول مثلا he is as old as his friend يبقى في نفس العمر بتاع ايه بتاع صاحبه هما الاثنين في نفس العمر لو ترك مثلا he is as tall as she يبقى الاثنين في نفس الطول كويس they they have the same age يبقى ليهم نفس العمر أو نفس السنة number 10 في عندي كلمة made of made from made in made by made of دي مصنوع من مادة ما بتتغيرش يملك مثلا he is this table is made of wood التربيزة دي مصنوعة من الخشب ما بتتغيرش يعني انت بقى لسه شايف المادة اللي قدامك يعني دي مصنوع من الخشب وانت شايف الخشب قدامك انما كلمة made from المادة بتتغير زي ما اقول مثلا ايه glass is made of sand الزجاج مصنوع من الرمل طب احنا في اي ازاز بنشوف فيه رمل ما بنشوفش يبقى معنى كده ان الرمل اختفى يبقى ده made from مش made of made in بيجي بعديها البلد المنشأ المكان اللي يثقيت صنعت فيه وقالت مثلا made in ايجبت تفعنا طيب كلمة made by مين اللي صنعتها بقى تفعنا كده يبقى person او company اللي عملت الايه اللي عملت المنتج ده زي الاكزامبل اللي معايا كده لما قولي the ring is made of gold الخاتم مصنوع منين؟ من الدهب طب انت لسه شايف الدهب وساعد عينك يبقى made of زي ما قول paper is made from trees طيب الورق مصنوع من الشجر طب انت اللي تمسك الورق بتشوف الشجر معاه لا فعشان كده ما قولتش made of ultimate from كمان لما نيجي نقول مثلا cars are made in cairo او in ايجبت مصنوعة فيه إبقى جبنا ايه جبنا المكان اللي تصنعت فيه السيارة دي تفعنا كويس في عندي 11 اللي ما قولي on holiday احنا قولنا الpreposition اللي معها holiday هو كلمة on اللي هي فيه اجازة لما نقول مثلا I have been on holiday for a week يعني كنت في اجازة لمدة اسبوع طيب نمبر 12 go for a ride دي equals بضبط go riding حلو الكلام يقول لك we will go for a ride خلاص او يقول لك he will go riding طيب نمبر 13 ولي take back كلمة take back يعني يستعيد لما نقول مثلا ايه يرجع لما قول they took the snake back رجعوا الايه رجعوا التعبان تاني جميل وصلنا بعد كده للdefinitions اللي هي التعريفات بتاعة اهم الكلمات اللي موجودة معايا في الunit نمبر 1 عندي borrow اللي هي يستعير definition بتاعها ايه take something ياخد حاجة بس دي يستعيدها فورصة from someone يعني بياخد حاجة من حد اللي هو بيستعير او بيستلف يعني then return it وبعدين يرجع هالو تاني في عندي كلمة terrible terrible هنا معناها very bad سيء جدا او وحش جدا طيب في عندي كلمة greedy اللي هي طماع كويس الكلام وقلنا كلمة greed لوحدها دي معناها طماع دي قلنا wanting more than you need لما تبقى عايز اكتر من اللي انت محتاجه هنا بتتحول ليه لطمع طيب عندي كلمة goes واضحة قوي في البكتشر اللي هي الوزة ديت كويس فيقول لي a bird that leaves new water اللي بعيش بالغيب من ايه أو near water sorry بالقرب منين من الماء طيب في عندي كلمة golden بمعناها مصنوع من الدهب اللي هي made of gold في كلمة enough اللي هي بدرجة كافية يقول لك as much as is necessary يعني زي ما هو ايه بدرجة كافية بالظبط يعني زي ما هو مطلوب او ضروري يعني في عندي كلمة wise حكيم لما نقول able to give good advice يعني قادر اللي انت تدي نصيحة ايه جيدة في بعد كده عندي كلمة content اللي هي معناها سعيد او مبسوط او راضي لما نقول ان هي happy وصلنا دلوقتي choose the correct answer او عشان نعمل coverage على اليونت بتاعتنا وعلى المكاب بتاعنا بتاع النهار فضلوا معايا ناخدو على white board فضلوا معايا خلينا نبدأ بقى choose the correct answer number one بيقولي a story with a moral moral دي يعني درس درس مستفاد مغزى الخصة اللي ليها مغزى هذا ايه ليها ايه message ليها ليها رسالة ليها غرض معين طب number two if you feel content لو انت حاسل انت content content دي احنا قلنا معناه ايه مبسوط راضي كويس يبقى you are ايه you are happy يبقى انت سعيد طب number three if you have enough water لو معاك مية بشكل كافي you are لبساعت انت ايبه هم عشان ولا مش عشان مش عشان ليها not firsty يعني مش عشان طيب كلمة number four it's a good idea to ask a wise person انك تطلب من شخص حكيم for ايه او تطلب منه ايه for advice نصيحة number five شايماء didn't like the film she thought it was هي محبتش الفيلم هي كتفكر ان الفيلم دا او من وجه نظاره ان الفيلم دا ايه تفتكروا terrible ولا very good ولا exciting اكيد حاجة وحشة اللي هي كلمة terrible كلمة terrible دي احنا قلنا قبل كده معناها اللي هي very bad يعني سيء جدا طيب number six بقولي مروان ask it to طلب ان هو يعمل ايه مصطفى's phone so that كلمة so that هنا انا افتكر كلا اني معناها لكي لكي ايه بقى he could call his mother عشان يقدر يكلم ممت طلب يعمل ايه من مصطفى ان هو يتصل بي او sorry ان هو يستلف منه التليفون فين يستلف او يستعير لها كلمة borrow طيب number seven rubbers are very rubbers ذلك ما صارق او حرامي are very a people الناس دي اوصفها ازاي they always دايما wanted to steal more money دايما بيبعايزين يسرقوا الفلوس ليه عشان هما ايه هم greedy يعني طماعين طيب number eight i saw a beautiful white ايه شفت ايه جميلة لونها ابيض near the lake ولكن معناها بحير يبقى شفت goes اللي هي وزة طيب number nine دعاء was very upset وكانت upset دي معناها حزين او زعلان after she lost هير ايه بعد ما ضيعت الايه او فقدت ايه ها necklace ده اللي هو العقد يبقى العقد ده كان مصنوع من ايه ذهب يبقى اللي هي golden golden necklace طيب number ten there was a store yesterday كان فيه عاصفة مبارح and now ودلوقتي they can't find a sheep مش لقيني ليه المركب دي ده خبر كويس ولا وحش اكيد خبر وحش يبقى هقوله how 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 terrible طفعنا كده how terrible يعني very bad شوف بقى number eleven هو اللي small children are sometimes times احيانا الفرد السوارد بيبقوا ايه and want more sweets than they can eat بيبقوا عايزين حلوات اكتر بكتير من ما هما اصلا بيقدروا يأكلوها السفة مش كويس يبقوا greedy اللي هي طمعة number twelve if you want to your friend's laptop لو عايز تعمل ايه في اللابتوب بتاع واحد صاحبك you ايه بقى should ask فرد لازم تطلب منه الاو يبقى يستعير اللي هي برو number thirteen my grandmother is very she knows how to help most people who have problems يبقى جدتي دي معرفش ما لها انهيصفها وصفها بيها بس بيقول لي هي تعرف تساعد الناس كتير او معظم الناس في المشاكل بتاعتها يبقى دي عندها حكمة او حكيم يبقى اختار كلمة wise number fourteen always دايما خليك ايه for the future ها جهز عد اللي هي prepare for the future number fifteen the farmer put all the form حتى كل الخاصة بالمزرعة in a large bin في ايه في سلة مهملات كبيرة يبقى refuse وهنا مقصود بيها قمامة او زبال number sixteen number sixteen he is able to give good advice as he is a يبقى he is wise لأنه حكيم number seventeen the word content means a كلمة content دي معناها ايه لسه يدمن شوية مستر كلمة happy لو سعيد number eighteen made of gold is مصنوع من الذهبي بقى golden ذهبي number nineteen the ant was food for the winter كبتعمل ايه الاكل للشتاء كانت collecting بتلم الاكل او بتجمع الاكل they looked very content شكلهم مبسوط او فرحان as they sat in the sun وركزنا اوي قولنا كلمة يتشمس او يقعد في الشمس اللي هي in the sun twenty one يقولي the grasshopper refused refused بعدها تو بيستمع على طول يبقى refused to think number twenty two a farmer found that اكتشف ان he is a had laid a yellow egg يبقى goes هي اللي كان بتبيد الريال وزلي twenty three he decided ثاني قولنا بعدها to to take the egg home number twenty four books are made paper دي مصنوع المادة ما بتتغير شي يبقى made of اخر جملة معي النهاردة twenty five يقولي i have been away holiday ال preposition اللي دايما ييجي معه دي اسمه ايه ها on اتفقنا نرجع تاني كده الحمد لله خلصنا unit 16 كاملتا خلصنا ال grammar واخدنا كمان البوكاب النهاردة وعملنا coverage على اليونت كله بالإكسرسايز الأخير على البوكابلوري اه اتمنى لكم كلكم حظ سعيد